انت لما جالك علاء وقريت يعني قل لي انتباعك بجد لا كنت خايف بشكل عام كنت خايف بس الحاجة الوحيدة لك تطمنوني جدا الكست بشكل عام والصح ما دادر جلال بالنسبة لي هو بعض اقول طول وقت والصح ما دادر جلال والصخير بشارة من العمويدي اللي انا طول وقت ليهم فضل علي وبيحبوهم جدا 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 وهم من اهم الناس المؤثرين على مستوى مهنة الفن خفت متدور لاني شوية دايما المخابراتي شوية يا اما بيصيب يا بيخيب بالاسف عند الناس فدايما دي حاجة بتبقى شوية تركة صعبة وانا كنت ساني مقرر مش اعمل غير عائدين يا اما انت كمان انت بتمثل يعني بتنقل للناس انتماء وحب وهوية وده اوقات ناس بتاخدوا يا عمى بس ما انبسطتش من انه انا شخصين شفت انه تحرك جديد للدراما وانه الدولة تفكر بان انا اجيب شاب معارض هاجر ورح يشتغل في محطة تانية وهنده فكر دي افضل حاجة في الدول من وجهة نظر ان انت ماخدتش البطل التقليدي ان انت ماجبتش ولد من اللي هما طول الوقت مع انت جبت واحد من اللي بيقول لأ لوجهة نظرك فاجبته عرفت تخش القلبه وتقنعه وده اللي فرق دي اللمحة الانسانية اللي هي فرقت علاء وابو عمر زي ما هو سمى نفسه بعد شوية عما سمى نفسه ابو عمر حبا في الزابط عمر ده اللي احنا مفتقدين وان انت يبقى عندك قدوة في لحظات اللي هي فترة تحقيق دي كلها علاء صدق في عمر جدا ده اللي احنا محتاجين وعمر كمان بيرتبط بالناس اللي بيدربهم يعني الزابط عمر بردو ارتبط باللي قبله اللي هو كان محمد فراج وكان بيزعل عليه وارتبط بيك جدا كل وقت اللي مش هتحلو جدا لما راح الجامع عشان يطلب الصلاة عليه انا شايف ان احنا كجيل مفتقدين ده مفتقدين الامام في الفن في الرياضة في كل حاجة الشهد لما تلاقي الشخص ده وتآمن به كل حاجة بتختلف